الفصل الثامن كل شيء حولي كان كفيلاً أن يميت الذوق ويبلد الحس ويقضي على الشعور بالجمال فحارتنا إذا تجاوزت بيت الشيخ متربة لا يمسها الماء إلا إذا أنزل المطر أحالها بركة وإلا ما يفعله السكان من حين إلى آخر إذ يفتحون شبابيكهم ويقذفون منها بما تجمع من ماء غسل الثياب أو غسل الصحون وأحياناً لا تتحر السيدة ما تفعل فينزل هذا الماء القذر على بعض المرة فيكون النزاع ويكون السباب وشوارعنا قذرة لا يعنى فيها بكنس ولا رش وإذا كنست أو رشت فالمرة تخليقون أن يفسدوا كل شيء في لحظة فورق يرمى حيثما اتفق وقشور ومصاصات قصب وروث بهائم ونحو ذلك فإذا الشوارع بعد ساعة مزبلة عامة وبيتنا لم يكن يعنى بتربية الذوق أي تعناية فليس فيه لوحة جميلة ولا صورة فنية ولا أثاث منسق جميل ولا زهرية ولا أزهر وكل ما أذكره من هذا القبيل أن أبي كان يشتري في موسم النرجس بعض من أزهاره ويضعه في كوب ماء على الشباك ويشمه من حين لآخر ولست أدري لماذا أعجب بالنرجس وحده وموسمه قصير وليس أجمل الزهور ولماذا لم يعجب الورد والياسمين وهما أجمل وأرخص وموسمهما أطول وربما أن السبب في ميله إلى النرجس دون غيره ليس لذوق ولا حب للجمال ولكن أظن أنه قرأ حديثا يمدح النرجس بأنه يمنع من البرسام والبرسام هو لوثة من الجنون فظل الحديث يعمل في نفسه ولذلك كان يشتريه ولكن ماذا تعمل هذه اللفتة القصيرة بجانب ما يغمرنا من قبح في الحارة والشارع والكتاتيب وما فيها من منظر الحصير ومنظر سيدنا ومنظر الزير والمواجير لقد كانت كل هذه تكفل إماتة الشعور بكل جمال والشعور بالجمال أكبر نعمة وتربية الذوق خير ما يقدم إلى الناشئ حتى من ناحية تقويم أخلاقه على كل حال أحمد لأبي أن أخرجني من هذه الكتاتيب الكريهة وأدخلني مدرسة ابتدائية هي مدرسة أمي عباس أو كما تسمى رسميا والدة عباس باشا الأول أو كما تسمى اليوم مدرسة بامبا قادين كانت مدرسة نموذجية بنيت على أفخم طراز وأجمله أبهاء فسيحة فرشت أرضها بالمرمر وحليت سقوفها بالنقوش المذهبة وفي أعلى المدرسة من الخارج إطار كتبت عليه آيات قرآنية كتبها أشهر الخطاطين بأحسن خط ومويهت بالذهب فكان هذا الجمال الجديد عزاء لذلك القبح القديم ولبست بدلة بدل الجلباب ولبست طربوشا بدل الطاقية وأحسست علوا في قدري ورفعة في منزلتي وخالطت تلاميذ الطبقة الوسطى أو العليا لا نسبة بينهم في نظافتهم وجمال شكلهم وبين أبناء الكتاتيب وأبناء الحارة كانت المدرسة يصرف عليها من أوقاف رصدتها عليها والدة عباس الأول فتلاميذها بالمجان ولها بعض التقاليد الخاصة بها فيجمع بعض التلاميذ مرتين في السنة ويذهبون إلى قصر الوالدة لتوزع عليهم بدلتان بدلة للشتاء وبدلة للصيف ثم يخرجون إلى الشارع بملابسهم الجديدة إعلانا لما تسدي الواقفة من خير وفي المواسم يذهبون إلى مدفن الواقفة ويقرؤون على روحها الفاتحة وما تيسر من الدعوات ثم يوزع عليهم الفطير والحلوة وشهدت في هذه المدرسة ثلاثة تطورات للتعليم ولعلها كانت هي تطورات التعليم في مصر فقد كانت المدرسة لتعليم القرآن وشيء من الحساب واللغة العربية والتركية ثم انكمش هذا النوع من التعليم فأصبح فصلاً واحداً بعد أن كان يعم المدرسة كلها وسمي قسم الحفاظ وأنشئت بجانبه فصول على النمط الحديث تعلم فيها الجغرافيا والتاريخ والحساب مع اللغة الفرنسية وقد نمت هذه الفصول حتى اكتسحت قسم الحفاظ وشهدت بالمدرسة قبل خروجي منها منظراً جديدة فقد رأيتهم يجمعون الطلبة الضعافة في اللغة الفرنسية لينشئوا بهم فصولاً لتعليم اللغة الإنجليزية ثم اكتسحت اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية دخلت أولاً قسم الحفاظ وبعد سنة تحولت إلى قسم اللغة الفرنسية في السنة الثانية وقد وضع لي أبي برنامجاً مرهقاً لا أدري كيف احتملته كان يوقيذني في الفجر فأصلي معه ثم أقرأ جزءاً من القرآن وأحفظ متناً من المتون الأزهرية كألفية ابن مالك في النحو حتى إذا طلعت الشمس أفطرت ولبست ملابسي وذهبت إلى المدرسة أحضر دروسها إلى الظهر وفي فسحة الظهر أتغدى في المدرسة على عجل وأذهب إلى كتاب بمسجد شيخون قريب من المدرسة وقد اتفق أبي مع فقيه الكتاب أن يسمع مني جزءاً من القرآن حتى إذا ما أتمنته سمعت جرس المدرسة فذهبت إلى الفصل ثم أحضر حصص المدرسة بعد الظهر فإذا دق الجرس النهائي خرجت إلى البيت وخلعت ملابس المدرسية ولبست جلباباً وذهبت إلى المسجد الذي أبي إمامه فمكثت معه من قبيل المغرب حتى يصل العشاء أستمع لدرسه الذي يلقيه في المسجد بين المغرب والعشاء ثم أعود معه إلى البيت وفي أثناء الطريق يحفظني بيتاً من الشعر أو بيتين ثم يسألني إعرابه فأعربه ويصحح لي خطأي كل ذلك ونحن سائران في الطريق ثم أتعشى وأنام وإذا كان علي واجب من المدرسة أتممته على عجلاً قبل أن أذهب إلى أبي في المسجد وليس لي من الراحة إلا عصر يوم الخميس ويوم الجمعة على أني كثيراً ما أحرم أيضاً من صبح يوم الجمعة لعمل واجب المدرسة أو القراءة مع أبي وهو برنامج غريب متناقض الاتجاه سببه أن أبي كان حائراً في مستقبلي أيوجهني إلى الجهة الدينية فيعدني للأزهر أو يوجهني وجهة المدنية فيعلمني في المدرسة الابتدائية والثانوية وكنت أدرك حيرته من كثرة استشارته لمن يتوسم فيه حسن الرأي وهم لا ينقذونه من حيرته فمنهم من يشير بهذا ومنهم من يشير بذاك فأمسك العصى من وسطها فكان يعدني للأزهر بحفظ القرآن والموتون ويعدني للمدارس المدنية ودراستي في المدرسة وهذا أسوأ حل ولكن جزاه الله خيراً على تعابه المضني في التفكير في مستقبلي وغفر الله له ما أرهقني به في دراستي كان هذا الضغط الشديد مثاراً لثورتي أحياناً فربما كنت أهرب من فقيه المكتب ظهراً أو من الذهاب إلى أبي عصراً أو أدعي المرض وليس بمرض ولكن إذا اكتشف هذا كانت جزاؤه الضرب الشديد فتخمد ثورتي ولقد جربت أمي حظها فكانت تتدخل في الأمر حين يضربني ولكنها رأت أنها ان تدخلت حين هذا الغضب الشديد والضرب الشديد فقد يتحولان إليها فكان إذا حدث هذا فيما بعد اكتفت بالصراخ والعويل من بعيد استمررت في هذه المدرسة وكنت متفوقاً في اللغات العربية بفضل ما أخذه من الدروس على والدي وفوق المتوسط في الحساب وضعيفاً في اللغة الفرنسية لأن أبي لم يترك للزمن الكافي لمذاكرتها تعلمت من المدرسة دروسها وتعلمت من التجارب أكثر من دروسها فلعبي مع التلاميذ ومبادلتي إياهم العواطف ورؤيتي إياهم يتصرفون في الأمور تصرفاً مختلفاً حسب مزاجهم وعقليتهم يغضبون أو يحلمون ويثورون أو يهدؤون ويظلمون أو يعديلون كل هذا كانت دروساً في الحياة أكبر من دروس العلم بل المدرسون أنفسهم كانوا معرضاً لطيفة فيه الجمال والقبح والرعونة والسكينة وما شئت من ألوان الحياة كان مدرس لغة الفرنسية بطيء الحركة ثقيلاً لسان معوجه جاحظ العينين أحمرهما من أثر الحمار لا يكترث لدرسه ولا لتلاميذه سواء عنده ذاكر أم لم يذاكر تقدموا أو لم يتقدموا ومدرس الحساب كفء في مادته مهتم بطلبته يبذل أقصى جهده في درسه ولكنه غريب الأطوار يهيج أحياناً ويشتد غضبه فيضرب وقد يشتد ضربه فيكسر أو يجرح ويكون في منتهى اللطف والضرف أحياناً فيستغرق في الضحك لأدفه سبب وقد يحدثنا عن دخائل بيته وأسرار نفسه بما لم تجري العادة بذكره ومدرس اللغة العربية من الصنف الذي نسميه ابن بلد يحاول كل شيء إلى نكتة ونكتة رائعة جميلة مؤدبة لا يؤذي ولا يضرب ولكنه ينتقم أحياناً من التلميذ بالسخرية والنكتة اللاذعة ومدرس الدين رجل سوري يلبس لباس الشاميين جبة وقباء وطربوش تركياً معمم عمة سورية طويل عريض بدين ثقيل الروح يستثقله المدرسون والطلبة على السواء وبعض المدرسين يحرضوننا على معاكسته فكنا نبذل جهدنا في حصته لاستخراج أفانين العبث به ونفرح لدرسه لأنه مثار السخرية والضحك ومدرس الخط رجل تركي جميل الوجه باهيز الطلعة له لحية بيضاء تستخرج من ناظرها الإكبار والإجلال يلبس اللباس التركية الشرقي ويتكلم العربية بلهجة تركية هادئ الطبع بطيء الحركة خافة الصوت لا يضرب ولا يؤذي ولا يسب وهو مع ذلك محترم لا تسمع في حصته صوتاً وناظر المدرسة رجل طيب ولكنه لا يفقه شيئاً من أساليب التربية ضبط مرة تلميذاً يسرق كراساً فأخذه وعلق في رقبته لوحة من الورق المقوى كتب عليها بخط الثلث الكبير هذا لص حتى إذا وقف الطلبة في طابور العصر أمسكه الناظر بيده ومر به على التلاميذ ليؤذبه والحق أنه لم يؤذبه ولكنه قتله فلم أرى هذا التلميذ يعود إلى المدرسة بعد وأغلب الظن أنه انقطع عن المدارس بتاتا وهكذا كانت المدرسة بتلاميذها ومدرسيها وناظرها تمثل رواية مملوئة بالحياة والحركة والمناظر تكون أحيانا مأساة وأحيانا ملها كنت في هذه السن متدينا شديد التدين وكان بالمدرسة مسجد صغير أعد إعدادا حسنا فكنت أصلي فيه الصلوات لأوقاتها وكنت أقوم الليل وأتهجد وأحب الله وأخشاه وتنحدر الدموع من عيني أحيانا في ابتهالاتي وأسجد فأطيل السجود والدعاء وأحفظ أدعية من الابتهالات والتوسلات ومن شدة فكري في الله رأيته في منامي مرة على شكل نور يغمر الغرفة ويخاطبني قائلا أطلب ما أدلك به على قدرتي فطلبت أن يعمل من قطعة حديد سكينا ومن قطعة خشب شباكا ففعل فآمنت بقدرته وحكيت المنام لأهلي ففرحوا به فرحا عظيما وزادوا في محبتي واستمررت في دراستي في المدرسة فانتقلت من السنة الثانية إلى الثالثة ومن الثالثة إلى الرابعة وأبي لا يهدأ من التفكير أيتركني أكمل دراستي أم يخرجني من المدرسة ويدخلني الأزهر ويسألني فأجيبه أحب أن أبقى في المدرسة ويسأل من يعرفه من موظفي الحكومة فيصونه ببقاء في المدرسة ويسأل من يعرفه من مشايخ الأزهر فيصونه بإدخال الأزهر ويتردد ويتردد ثم يستخير الله ويخرجني من المدرسة إلى الأزهر الفصل التعسع ها أنا في سن الرابعة عشرة تقريبا يلبسني أبي القباء والجبة والعمة والمركوب بدل البدلة والطربوش والجزمة ويكون منظري غريبا على من رآني في الحارة أو الشارع فقد عهدوا أن العمامة لا يلبسها إلا الشاب الكبير أو الشيخ الوقور أما الصغير مثلي فإنما يلبس طربوشا أو طاقية ولذلك كانوا كثيرا ما يتضاحكون علي فأحس ضيقا أو خجلا أو أتلمس الحارات الخالية من الناس لأمر بها والمصيبة الكبرى كانت حين يراني من كان معي في المدرسة فقد كان يظن أني مسخت مسخا وتبديت بعد الحضارة وكأن الذي يربط بيني وبينهم هو وحدة لبسي ولبسهم لا طفولتي وطفولتهم ولا زمالة وزمالتهم فنفروا مني مع حنيني إليهم وسرعان من قطعت الصلة بيني وبينهم فانقبض صدري لأني فقدت أصدقاء القدامى ولم أستعد عنهم أصدقاء جدد فكنت كالفرع قطيع من شجرته أو الشات عزلت عن قطيعها أو الغريب في بلد غير بلده وتضرعت إلى أبي أن يعيدني إلى مدرسة فلم يسمع وأن يعفيني من العمامة فلم يقبل وما ألمني أني أحسست العمامة تقيدني فلا أستطيع أن أجري كما يجري الأطفال ولا أمرح كما يمرح الفتيان فشخت قبل الأوان والطفل إذا تشايخ كالشيخ إذا تصاب كلا المنظرين ثقيل بغيض كمن يضحك في مأتمن أو يبكي في عرس ولم يكن أمامي إلا أن أحتمل على مضض هذا أبي يأخذني معه كل صباح يوم فأسير في شوارع على عهد لي بها وأمشي فأطيل المشي لا كما كان العهد يوم كنت في المدرسة إذ كانت بالقرب من بيتنا وأخيرا أصل إلى بناء كبير فيقول أبي هذا هو الأزهر ولا أدري كيف كان وقع هذه الكلمة على نفسي فالأزهر شيء غامض لا أعلم كنهه ولا نظامه ولا منهجه ولا مستقبله أقدم عليه في هيبة وغموض وأسمع عند الباب صوتا غريبا دويا كدوي النحل يضرب السمع ولا تستوضح له لفظة فتأخذني الرهبة مما أسمع وأرى أبي يخلعن عليه عند الباب ويطويهما ويمسكهما بيده فأعمل مثل عمله وأسير بجانبه قليلا في ممشا قصير أدخل منه على إيواء كبير لا ترى العين آخره فرش كله بالحصير وامتدت أعمدته صفوفا كل عمود وضع بجانبه كرسي عال مجنح قد شد إلى العمود بسلسلة من حديد وجلس على كل كرسي شيخ معمم كأبي بيده ملازم صفراء من كتاب وأمامه حلقة مفرغة أحيانا وغير مفرغة أحيانا يلبس أكثرهم قباء أبيض أو جلباب أبيض عليه عباءة سوداء وأمامه أو بجانبه مركوبه ويمسك بيده ملزمة من كتاب كما يمسك الشيخ والشيخ يقرأ أو يفسر والطلبة ينصتون أو يجادلون وبين العمود والعمود بعض الطلبة يجتمعون فيأكلون أو يذاكرون تخطيت هذه الجموعة في غرابة ونظرت إليها في دهشة وأحيانا أرى في بعض الأركان كتابا ككتابي القديم فأفهم أن الأزهر فأفهم أن الأزهر امتداد للكتاب لا امتداد للمدرسة ثم نخرج من هذا الإيوان إلى فناء الأزهر أو صحنه فأراه سماويا غير مسقوف ومبلطا غير مفروش وهنا وهناك فرشت ملاءة بيضاء أو عباءة سوداء صفف عليها خبز ريفي وعرض في الشمس ليجف وسألت أبي فقال إنه بعض زاد المجاورين أحضروه معهم من ريفهم أو أرسله إليهم آباؤهم فهم يشمسونه ثم يختزنونه في بيوتهم هذا هو كل الأزهر كما رأيته أول مرة وفهمت من هذا أني سأكون أحد هؤلاء المتحلقين وسأجلس على الحصير كما يجلسون وأسمع إلى هذا الشيخ كما يسمعون وأكل في ركن من أركانه كما يأكلون وقارنت بين حصير الأزهر ومقاعد المدرسة ومدرس الأزهر ومدرس المدرسة وفناء الأزهر حيث يشمس الخبز وفناء المدرسة حيث نلعب ونمرح فكانت مقارنة حزينة وأخذت إلى رواق من أروقة الأزهر وتقدمنا إلى شيخ أخذ منا طلب الالتحاق وامتحنني في القرآن فأحسنت الإجابة فقيدني طالبا وخرجنا من باب آخر علمت بعد أنه يسمى باب المزينين كما أن الباب الذي دخلت منه يسمى باب الصعايدة وسمي باب المزينين لأن على رأسه حواني تحلاقين لمجاور الأزهر وشيوخهم ورأيت على هذا طائفة من الطلبة من مثل الذين رأيتهم يتحلقون حول الشيخ وعلى يدهم أرغفة من الخبز يعرضونها للبيع فسألت أبي عن هذا فقال إن طلبة الأزهر إذا تقدموا في العلم أعطي لكل طالب أرغفة ثلاثة أو أربعة أو أكثر كل يوم وقد يزيد هذا عن حاجتهم فيبيعونه كله أو بعضه ليشتروا بما حصلوا من الثمن إداما لهم وكل عالم من علماء الأزهر له كل يوم عشرة أرغفة أو أكثر وإذا تقدمت في العلم كان لك مثل هذا ولكنك لا تبيعه ولا تقف مثل هذا الموقف إن شاء الله وعدت إلى بيتي والهم يملأ قلبي ولكن الزمن بلسم الهموم فقد أخذ يقطع صلتي بالمدرسة وبأصدقائي فيها وينسيني ذكرياتي الماضية ويشغل قلبي بالحياة الحاضرة ويؤلف بيني وبين البيئة الجديدة بعد أن يقيد الطالب في دفتر الأزهر يترك وشأنه فهو يختار العلوم التي يدرسها والكتب التي يقرأها والمدرسين الذين يدرسونها فإذا لم يرزق بمرشد يرشده غرق في هذا البحر الذي لا ساحل له وليس يعرف أحد أغاب أم حضر تقدم في العلم أم تأخر وليس يمتحن آخر العام فيما درس ولا يسأله أحد ماذا صنع فإن احتاج الطالب في شأن من الشؤون أن يأخذ شهادة بأنه حضر الكتب الفلانية على المشايخ الفلانيين فما عليه إلا أن يكتب الورقة كما يشاء وبالكتب التي يشاء وبالمدرسين الذين يشاء ثم يمر عليهم فيوقعونها في سهولة ويسر ولو كانت هذه أول نظرة من المدرسين للطالب ولو كانت سنة لا تتفق وهذه الكتب العويصة التي يستخرج الشهادة بسماعها فأي ضرر في ذلك؟ وبارك الله في من نفع اشتركوا في القناة